111. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة 122. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا البرنامج برعاية 122. لزاد الحياة وزاد التقى 122. لزاد الحياة وزاد التقى 133. مشاعر خير تنير البلاد 144. مناهل تروي أنين الجواد 154. إذا هزك الشوق نحو السماء 155. فجوال زاد رفيق السراء 166. فجوال زاد رفيق السراء مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد 10 لغات في هذه الليلة 117. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا عملنا 118. وأن يضاعف أجرنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 119. الثبات على الدين أيها الإخوة والأخوات نعمة كبيرة ومطلب عظيم 119. وأمنية للعبد 111. ونحن نرى ممن حولنا 111. من يموت على غير ملة الإسلام 112. ومن يموت على غير سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 113. والذين يتساقطون في الكبار 114. في المعاصي والآثام 114. وكذلك ينحرفون عن هدي السلف وخير الأنام 114. ولذلك إذا رزق العبد 115. التمسك بالسنة واتباع الوحي 116. وترك جنبات الطريق والانحرافات 117. ترك سبل التميع والتغريب 118. ترك سبل البدع والضلالات 119. وبقي ثابتاً على الدين 119. ثابتاً على السنة 119. ثابتاً على طريق الحق 119. لا تأخذوا في الله لو متلائم 111. بقي يعرف الحق بدليله 111. بقي ولاؤه لله 112. ولرسوله صلى الله عليه وسلم 113. بقي ولاؤه للدين 114. عمله للدعوة لهذا الإسلام 114. وسبيله هو سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 114. وسأل في الأمة 115. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 116. أنا ومن اتبعني 117. على بصيرة 118. على دليل 118. على بينة 119. عمدته الوحي 119. هذه الآيات 119. وهذه الأحاديث 119. وليس عنده 119. غير هذه الآيات والأحاديث 111. على فهم السلف العلماء 111. ليس عنده غير هذا 111. يلقى الله على هذا الطريق 111. ومن يشاقق الرسول 112. من بعد ما تبين له الهدى 111. ويتبع غير سبيل المؤمنين 112. نوله ما تولى ونصله جهنم 111. ونبينا عليه الصلاة والسلام 111. إمامنا وقدوتنا وأسوتنا 111. كان يسأل الله الثبات 112. يا مقلب القلوب 113. ثبت قلبي على دينك 113. الدنيا أيها الإخوة الآن 114. فيها مغريات 114. شبهات 114. شهوات 114. فيها فتن 114. وعندما يرزق 115. الإنسان 115. التمسك 116. بالدين 116. وعندما يرزق 117. الإنسان المسلم 117. السير على المحجة 118. البيضاء 118. الصراط المستقيم 119. اهدنا الصراط المستقيم 119. هذا الطلب 119. ليوصله ويدل عليه 119. ثم تكرار الطلب 119. ليزداد من الهداية 111. بعد أن يهتدي 111. يزداد هدى 111. اهدنا الصراط المستقيم 111. والازدياد 111. في الهداية 111. بعد أن يهتدي 111. يرتقي في منازلها 112. ولذلك نكررها 111. ونسأل الله دائما 111. اهدنا الصراط المستقيم 112. لن نعبده 113. إلا بتوفيق منه 114. لن نتمكن من القيام 114. بعبادته 114. إلا بتيسير منه 114. ولذلك نقول 114. إياك نعبده 115. وإياك نستعين 116. نوجه عبادتنا لك 116. خالصة 117. وأنت الذي يسرتها لنا 117. وأنت الذي أنعمت بها علينا 118. وأنت الذي جعلتها لنا 119. ممكنة 119. لا حول ولا قوة إلا بك 119. واليوم أيها الأخوة 119. يعني 119. لفت نظري 119. معنى 119. في كلام أحد 119. الذين 119. كنت أتحدث معهم 119. بين المغرب والعشاء 119. يقول لي 119. يعني هذا فلان 119. محسن من المحسنين 119. يتصدق 119. ويقول 119. لي شخص 119. يعني أنا لما 119. أتصدق 119. وأسأل الله 119. الخلف 119. في المال 119. الذي أتصدق به 119. أنا أستحي منه 119. أن أسأله 119. الخلف 119. في شيء 119. هو أعطاني إياه 119. وهو الذي وفقني 119. للصدقة به 119. وهو منه 119. أنا ماذا فعلت 119. هو الذي أتى إليه بالرزق 119. هو الذي يسرني 119. للصدقة من هذا الرزق 119. وأنا أطلب 119. الخلف منه 119. طبعا 111. طلب 111. أن يخلف الله 111. هذا طيب 111. وحسن 111. وهو ثابت 111. لكن هذه 111. معاني من النفوس الرقيقة 111. التي يلمحها 111. أحياناً يتلمح 111. أشياء أثناء السير 111. في الطريق 111. يكون 111. له 121. يعني فيها 121. يحس أن 122. حتى هذه الخاطرة 122. الله عز وجل هو 132. الذي 132. جعلها تنقدح 132. في ذهنه 142. الأيام هذه 142. كما تعلمون 142. في بعض 142. البلدان 142. أيام اختبارات 142. نصفية 142. أيضاً 143. نتيجة لبرودة 153. الجو 154. أو 154. وجود 154. تغيير 154. يعمد 154. يعمد 165. كثيرون 165. إلى 165. سفر 165. رحلات 165. نريد أن 176. نعرج 166. نريد أن نعرج 166. نريد أن نعرج 177. ما على 177. قضية 178. قضية 187. قضية 188. قضية 188. قضية 188. قضية 188. لا شك 199. أن 199. نحن بسبب 199. نحن بسبب 209. فقدنا 209. فقدنا 211. فقدنا 211. فقدنا 222. 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 فقدنا عندنا أشياء من يعني فقدان الحرارة كانت الكلمات من قبل اللقاءات والواحد يضرب أكباد الإبن لي أشد السفر ليلقى شيخا أو يزور قريبا الآن يعني هذه التقنيات الحديثة وإن أفادت كثيرا طبعا لكنها أيضا صارت تنوب عن أشياء يعني ما كانت لتنوب عنها من قبل في الأطعمة في الحياة في هذه الوسائل الكثيرة ضجيج المدينة ضجيج الآلات التلوث البيئة التلوث الصوتي النفس الآن إذا خرجت إلى الحياة الطبيعية إلى الأرياف إلى القرى إلى الصحاري إلى البراري إلى الأماكن يعني الحياة الفطرية فإنها تسترد أشياء كثيرة مما أرهقتها بها المدنية وأفقدتها إياها المدنية وهذه الحياة الحديثة بصخبها وضوضائها أثرت كثيرا في حتى يعني التوتر القلق النفسي قلة التركيز ضعف النوم ارتفاع السكر ارتفاع الضغط التلوث ففرصة أحيانا واحد يخرج الذين يخرجون إلى البر يحسون بالاستمتاع أحيانا لماذا لأنهم رجعوا إلى الطبيعة رجعوا إلى الحياة الفطرية وهذه المدنية وهذه الحضارة بما فيها من الأشياء ولا شك أنها أفقدت أمورا يعني الهواء النقي الهواء النقي الطعام الطبيعي هذه الأشياء سبحان الله حتى يعني النجوم النظر في ملكوت السماوات والأرض الآن في أنوار المدن لا نكاد نرى النجوم إذا خرج الناس في الرحلات البرية مثلا كذلك الرحلات البحرية يرون النجوم ويرون الأفلاك ويتأملون في مخلوقات لا ترى الطبيعة حتى لو خرجت يعني إلى أماكن فيها غابات شلالات أنهار يحلي فرصة للتأمل في ملكوت الله تعالى أيضا نحن الآن في المدنية أو في حياة المدن الوقت مستنزف رب الأسرة بعيد عن أولاده الأولاد مشغولون بهذه الأجهزة سوني بلاي ستيشن تأخذ منهم وقتا والقنوات تأخذ منهم وقتا الفيسبوك وتويتر يأخذ منهم وقتا اليوتيوب المواقع المنتديات تأخذ أوقات كثيرة انشغلنا بآليات برمجيات ومرئيات ومسموعات لما تطلع مع أولادك يعني في رحلات في رحلة وأنا أشجع على هذا وأدعو إليه أنت تخرج من ضجيج المدن ومن الصخب وبودك لو أنك يعني تبقي كل هذه الأشياء وتخرج فقط فقط لتستمتع مع أولادك بالدنيا بالطبيعة بالفطرة بالحياة الفطرية التي خلقها الله عز وجل هذا التواصل هذا التشابك هذا التداخل مهم جدا وفي أيضا فرصة لغرس المفهومات والأخلاق الإسلامية والتصورات والأدابة الشرعية فرصة لتعلم يعني معاني الرجولة والشهامة تربية الأولاد على شيء من يعني البعد عن الترف لأن الحقيقة الترف أغرقنا أهلكنا الآن يعني الترف أفقر صحتنا الترف جعل قدرتنا على التحمل وتحمل العضلات وتحمل الجسم ما هو مثل يعني الأجداد وأجداد الأجداد كانوا يصعدون الجبال يمشون الآن مع هذه المدنية والسيارات والمكيفات أثرت علينا كثيرا حتى لما يخرجون في رحلة فيوقدون نارا أو حطبا في هذا البرد يعني الآلات جلبت إلينا قضية الأفران مايكرو ويف وأفران كهربائية وأشياء يعني حرق لما يشعل الحطب في البر يعني يتذكروا أن تتذكرهم تقول لهم قال الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين للمسافرين يتذكر العبد في الرحلات هذه كيف الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان وانتقاله من الدنيا إلى الآخرة من مكان إلى مكان آخر ومن الناس من يحط رحله في الجنة ومنهم من يحط رحله في النار نسأل الله السلامة والعافية لكن مهما بعدت الأسفار لن تخرج عن ملك الله قد يجتمع في الإجازة جو معتدل نهار قصير يسهل فيه الصيام ليل طويل يعين على القيام نتذكر حياة الأباء حياة الأجداد يعني كيف كان خلص إذا جاء غربت الشمس وثم فحمت العشاء صلوا العشاء ما في كهرباء تسهرهم ينامون قريري العين يعني واحد إذا نام بعد صلاة العشاء مثلا الساعة الثامنة التاسعة هو سيستيقظ نشيطا بطبيعة الحال الساعة الثالثة بطبيعة الحال الساعة الثالثة سيستيقظ طيب بقي له على الفجر مثلا نحو مثلا ساعتان بقي ساعتان أو أكثر بطبيعة الحال هو يقوم الليل بطبيعة الحال يصلي الفجر بطبيعة الحال يعني يتنفس الهواء النقي والصبح إذا تنفس لكن الآن يعني أسهرتنا هذه المدنية وخربت ليلنا ونهارنا نهارنا ليل وليلنا نهار